اشتركوا في القناة مهارات التواصل لدى اطفال التوحد والاضطرابات النمائية الاخرى استاذ عبد الرحمن القرني مشرف اكلينيكي في قسم تحليل السلوك التطبيقي في مركز التمييز للتوحد ماجستير في التربية الخاصة من جامعة بول ستيت من الولايات المتحدة الامريكية ومحلل سلوك معتمد بي سي بي اي من البورد الامريكي لتحليل السلوك هياك الله استاذ عبد الرحمن تفضل الله يحييك هياكم الله جميعا طيب اليوم رح نبدأ ان شاء الله مهارات التواصل لدى اطفال التوحد والاضطرابات النمائية الاخرى التحليل سكنر في مجال تحليل السلوك التطبيقي انه السلوكيات التواصل طبعا مهارة التواصل كلها يعني تعتبر سلوكيات فسلوك التواصلي اطفال السلوك التطبيقي يركز على المتحدد وهو انه يصدر متحدد اي سلوك للتواصل مشرط انه يكون كلمات قد يكون اشارات او سلوكيات او حتى قد يكون يعني قد يتواصل الطفل بمشاكل سلوكية بالاضافة الى انه يتم تعريب هذه السلوكيات التواصلية بواسط المثيرات القبلية والبعدية يعني وش الغرض من السلوكيات هذه ففي عدة انواع النوع الاول الطلب النوع الثاني التسمية النوع الثالث المحادثة النوع الرابع المصادة الطلب انه حاب يحصل على شيء او انه يتجنب شيء التسمية انه يعني يشوف شيء او انه يدركه عن طريق حواس مثلا يسمع صوت سيارة ويقول سيارة يشوف ايس كريم ويقول ايس كريم يعني يسمي شيء موجود في البيئة المحادثة انه قد يكون يعني اكمال يعني فراغات او اجابة على الاسئلة مثل الاسئلة الشخصية مثلا وش اسمك احمد كم عمرك عشر سنوات المصادة هي تكرار لما يسمع مثلا قلت احمد يردد وراي احمد ففيه مصطلح الverbal response السلوك التواصلي هذا المصطلح انه يعني يندرج تحته جميع سلوكيات التواصل مو شرط انها تكون كلام قد تكون بتبادل الصور او بالاشارة او بالكلام لكن الvocal response تواصل اللفظي يكون بالكلام في عدة طرق التواصل فيه مضمنها الاشارات فيه التواصل اللفظي فيه التواصل عن طريق بيكس تبادل الصور وفيه الاجهزة اللي هي يعني نفس بيكس لكن عن طريق الاجهزة التطبيقات فيه علاقة بين مهارات التواصل او سلوكيات التواصل والمشاكل السلوكية اكثر المشاكل السلوكية تحدث لان الطفل يعني حاب انه يحصل على شيء قد يكون شيء ملموس او نشاط او يزور مكان او انه يحصل على انتباه او انه يجنب اشياء مكرهة مثلا مهمة او بيئة او شخص ففيه علاقة بين مهارات التواصل والمشاكل السلوكية فاول وظيفة اللي هي لفت الانتباه مثلا يصدر الطفل اصوات غير مفهولة ومفهومة للحصول على انتباه من المعلم او زملاء في الفصل سواء عن طريق الحديث معه او التواصل البصري فلفت الانتباه هذه الوظيفة الاساسية قد يعني يكون فيه تفرعة قد من الطفل يبغى نوع محدد من الانتباه مثلا اللي هو الاهتمام الجسدي انه مثلا احد يمسكه او يطيح علشان احد يشيغ او يهرب علشان احد يلحق وراء او انه يحاب مثلا انه توبيخ انه احد يوبر قد يكون يعني التوبيخ معزز او انه مثلا تواصل البصري او فتح حديث الحصول على شيء ملموس مثال ان يرمي الطفل ادوات الجلسة حتى لا يؤدي المهمة التي طلبها منها الاخصائي في سلوكيات تحدث حتى لا يسوي مهمة او حتى يهرم البيئة او انه موحب المكان قد يكون مثلا الجو حار في الغرفة هذه قد تكون المهمة صعبة فاعتات انه اذا سوى المشكلة السلوكية هذه مثلا نطاح على الارض ما يسوي المهمة فالمشكلة السلوكية هذه يعني تخدم غرض انه يهرب من المهمة هذه في عندنا الهروب الحصول على شيء ملموس انه حاب يحصل على يعني شيء الهروب انه يهرب من المهمة وفيه التعزيز الذاتي عندنا مهارة الطلب تعتبر اول سلوك تواصلي يجب تدريب الطفل عليه حيث تساعد الطفل على طلب احتياجات الاساسية والثانوية وتعتبر مهارة الطلب المدخل الاساسي لتعلم السلوكيات التواصلية الاخرى الطفل اول ما يبدأ مهارات يعني يعني من يعني الرضيع يبدأ يطلب عن طريق البكاء يعني عنده احتياجات اساسية فيبدأ يطلب لكن الطلب هنا ما يكون يعني عن طريق كلام فيه سلوكيات بالاضافة الى ان تعليم الطلب قد يساهم في تقليل المشاكل السلوكية الضرب العض اذا النفس والاخرين النابعة من ضعف التواصل الطلب يعني يكون قبل الطلب قبل سلوك الطلب دافعية يعني هو يبغى يحصل على شيء يبغى بطاطس يبغى كورة يبغى جوال فيكون فيه شيء مثير يعني زايد قيمته يبغاه وبعدها يحدث سلوك الطلب قد يكون لقضية او بالاشارة او بتبادل الصور النتيجة تكون اللي هو ان نوفر الشيء المطلوب عند التدريب على الطلب حنا يعني ما نقول احسنت لنما يطلب لا نعطيه الشيء اللي هو يبغى التدريب على التواصل الوظيفي هي طريقة يتم فيها تدريب الطفل على سلوك التواصل البديل للحصول على الشيء المرغوب بدلا من المشكلة السلوكية مثال طفل اعتاد ان يضرب الاخصائي عند رغبته في الحصول على الجوال يتم تدريبه على طلب الجوال اللفظية يعني هنا في مشكلة سلوكية قائمة انه اعتاد انه يحصل على الجوال عن طريق الضرب يضرب على الخصائي الاخصائي يهدي مثلا يعطيه الجوال يعني اعتاد انه سلوك الضرب يقوده انه يحصل على الجوال فهنا يتم تدريبه على سلوك اخر مناسب اجتماعيا انه مثلا يطلب بشكل لفظي ابي الجوال هذه الفكرة الاساسية من التدريب على التواصل الوظيفي ما هو التدريب على التواصل الوظيفي يعني الطريقة انه يتم تحديد وظيفة مشكلة سلوكية مثلا في المثال السابق عرفنا انه يبغى يحصل على شي اللي هو الجوال تحديد سلوك مناسب جديد يخدم نفس وظيفة المشكلة السلوكية هنا يكون على حسب قدرات الطفل يعني اذا ناطق قد تكون نبداها بكلمة مثلا جوال بعد ان نشكلها الى ابي الجوال اذا مناطق صورة الشي تعزيز الطفل عند استخدام السلوك الجديد يعني اثناء عملية تدريب كل مرة يطلب انا راح اعزز كل مرة يقول مثلا بطاطس انا راح اعطيه قطعة بطاطس خمسة عدم تعزيز الطفل عند القيام بالمشكلة السلوكية اللي هو نطبق الاطفاء يعني اذا ضرب او سوى اي مشكلة سلوكية اهتاد اما يحصل على الشي اللي يبغاه ما نوفر له الشي اللي يبغاه بعد المشكلة السلوكية في المقابل ان نعلمه السلوك الجديد يعني نسوي له تلقين مجرد ما يسويه نوفره نوفر المعزز له الخطوة الاخيرة ان نعمم السلوك الجديد مع اخصيين اخرين وفي بيئات مختلفة في هالنوع الثاني التسمية في التسمية يقوم الفرد بتسمية الاشياء او المثيرات الموجودة في البيئة التي يدركها عن طريق الحواس فقد يقول الطفل قطة لانه رأى قطة تمر امامه ويقول سيارة لانه سمع صوت محرك سيارة ويقول عطر لانه شم راح عطر فهنا فيه تسمية تسمية قد تكون حتى للأفعال مثلا يمشي يلعب متطلب سابق قبل التدريب على التسمية المصادة المصادة اللي هو انه يكرر يعني الكلام اللي يسمعه التسمية المثير القبلي مثير التمييز غير تواصلي انه مثلا يسمع صوت طايرة نقول طايرة اثناء عملية التدريب انه يكون فيه تعزيز عام المقصود بالتعزيز العام هنا انه يعني مثلا زي احسنت بطل انه ما نوفر له تعزيز مخصص بحيث انه نعطيه الشيء اللي قال هذه الفكرة من التعزيز العام بعد التسمية المحادثة الانترافربل مثل سلوك الحوار او المحادثة او اكمال الجمل والفراغات المثير القبلي مثير تمييز التواصلي السلوك يحدث يعني بعد المثير القبلي سلوك تواصلي النتيجة تعزيز عام فأثناء تدريب على المحادثة او اكمال الجمل والفراغات نستخدم التعزيز العام فمثلا من الامثلة على المحادثة اني ادرب الطفل انه يجاوب اذا قلت له وش اسمك فاستخدم هنا المصادة كتلقين اقول له وش اسمك مباشرة اقول عبدالله فالمفروض يعني يقول وراي عبدالله مع الوقت ابدأ اخفر التلقين حتى يصير يستجيب للسؤال نفس الشي كم عمرك في البداية ما التدريب يكون في تلقين مباشرة اقول كم عمرك وبعدها اقول تسع سنة واحد فهنا يكون فيه تعزيز عام اللي هو الثناء والمدح المصادة وتسمى التقليد الصوتي مثال تقول الام قطة فيعيد الطفل لفظ قطة مثير القبلي مثير لفظي السلوك سلوك لفظي مطابق في الشكل المضمون مثير القبلي النتيجة تعزيز عام المصادة اللي هو يعني واضح من المسمى انه مثلا اذا قلت تعال يردد وراك تعال بالعادة نستخدم المصادة للتدريب على السلوكيات التواصلية الاخرى مثل المحادثة والطلب والتسمية طيب الى هنا واضح كل شي انا بشك في الشات راح الطعام يقول طعام طيب راح اعرض لكم اه اه طيب راح اعطيكم راح اشارك معاكم نموذج الخطة اكتساب مهارات طهر الخطة على الشاشة هذه امثلة تطبيقية للتدريب على الطلب والتسمية والرد المبنى للسياق اللي هو المحادثة هنا في مجال الطلب ان يصدر الطفل ثلاث طلبات في جملة كاملة فعادة في الطلب انشوف المثيرات مثلا الانشطة او المأكولات او الالعاب الطفل يعني دائم يعني يفضل يعني يفضلها ويبغاه يحاول ان يحصل عليها فاذا شفنا انه يحب الجوال فنستهدف في التدريب هنا الجوال اذا عرفنا انه البطاطس معزز له فيكون التدريب انه يطلب البطاطس ففي حالة انه ما دربناك في طلب الاشياء اللي يفضلها ففي الغالب انه رح يعني تظهر مشاكل سلوكية حتى يحصل عليها فالاستهداف فالطلب يكون عن طريق انه يعني نرجع للبيانات الاولية للطفل نعرف وش يفضل كيف يقضي وقته في البيت اذا عرفنا انه مثلا يحب مثلا من الطيط وفيه مثلا في المركز او في العيادة من الطيط فادخل انه يطلب ان الطيط من ضمن الاهداع يعني يكون هدف فرعي في الطلب اذا عرفت انه مثلا احب الكتكات فعادي استخدمه له يعني كمعزز لكن في المقابل انه يطلبه جملة كاملة في البداية يكون فيه تدريب في الجملة الكاملة يعني بداية يعني المطلوب انه يقول اسم الشيء مو مباشرة يعني المطلوب انه يقول ابي كتكات او ابي جوال لا في البداية يدربه ان يقول كتكات عن طريق مصادرة اذا شفت اذا يعني صدرت منه سلوكيات تدل انه يبغل كتكات حاليا مثلا انه يحاول يوصل او قاعد يحاول يطلب لفظيا لكن شكل مو مناسب او يعني قاعد يطالع فيه ففي الحالة هذه اعرف انه فيه دافعية اعطيه التلقين اقول كتكات مجرد ما يعيد ورايا اعطيه الكتكات ففي الطلب يكون التعزيز الشيء المطلوب في البداية تكون المساعدة كاملة مثلا على مثال البطاطس اذا شفت انه يبغي يحصل على البطاطس اقول بطاطس مجرد ما يقول بطاطس اعطيه البطاطس مع الوقت ابدأ اخفف في المساعدة او اخرها يعني اعطيه فرصة انه يستجيب باستقلالية اذا شاه البطاطس طريقة اني اخفف المساعدة اقدر اني مثلا بدال ما اقول بطاطس اقول بطاط مهروض ان يقول بطاطس في اطفال راح يقلدون نفس الشيء يعني لما اخفف انا هم راح يقولون بطاطس لما اخفف اقول بطاط هم راح يقلدون نفس الشيء يقولون بطاط ففي الحالة هذه نستخدم التأخير التلقيم بعدها اذا شفت انه اتقن خلاص بطاطس يقول بطاطس هنا ابدأ ادخل لهي كلمة ابي فاذا قال بطاطس ما اعطي ارجع سوية تلقين لازم يقول ابي بطاطس نعم في تدرج في تلاشي التلقين للأهداف الجديدة يكون يكون فيها يعني التلقين من الاكثر الى الاقل يعني ابدأ بالكلمة كاملة وبعدها عطيه مثلا جزء من الكلمة وبعدها مثلا اول حرف يعني في الغالب نستهدف المصادة قبل الطلب قبل يعني قبل ندربه على الطلب لنستخدم المصادة كتلقين في التسمية انا اعرض عليه يعني صورة مثلا سيارة هنا في الهدف ان يسمي الطفل خمس صور عنده عرضها عليه فيه سيارة سبينا طائرة كرة جوان باعرض عليها مثلا صورة سيارة اقول واش هذه مباشرة اقول سيارة اذا قال سيارة اقول احسنت هنا في التسمية التعزيز عام يعني ما اعطيه الصور فمع الوقت ابدأ اخفف التلقين طبعا كل مركز لها طريقة تخفيف التلقين ما في شيء ثابت لكن الكل يتفق ان الاهداف الجديدة تكون يعني التلقين من الاكثر الى الاقل يعني ابدأ معاه اقوى مساعدة ممكنة مع الوقت يكون فيه تلاشي تدريج يعني التلاشي هذا كمان يكون مرتبط بالتقدم اذا شفتنا فيه تقدم اكمل تلاشي اذا شفتنا ما فيه تقدم لا ارجع اقوي المساعدة فمثلا فيه مثال السيارة اعرض عليه صورة السيارة اقول لي وش هذه مباشرة اقول سيارة اذا ردد ورا يقول سيارة هنا اعطيه معزز مباشرة تعزيز لقضي او اي شي مهم انه مو شي خاص يعني ما اعطيه مثلا السيارة مع الوقت مع التلاشي اصير اعرض عليه صورة السيارة اقول ايش هذه يا اني انتظر فيه اكثر منطريقة للتلاشي يعني انتظر اعطيه وقت او اني اقول سيارة يعني اقدم التلقين بشكل مباشر لكن اخفف منه يعني اجيب نصف الكلمة مع الوقت خلاص اوقف المساعدة بحيث اني اعرض عليه صورة السيارة اقول او اش هذي هو يقول سيارة فهنا خلاص يعني صار فيه تلاشي بشكل كامل للمساعدة في الرد المبني على السياق او المحادثة عادة نبدأ بال يعني الاسئلة الشخصية بش اسمك كم عمرك وش جنسيتك وين ساكن برضو الاسئلة المرتبطة مثلا بسلامة الاطفال مثلا انهم في حال انه الطفل ضاع مثلا ممكن احد يسأله كم رقم جوال ابوك كم رقم جوال امك ف ندخل هذه الاهداف من ضمن يعني الخطط اكتصاف المهارات في التدريب مثلا الهدف وش اسمك هنا هنا التوضيح انه يكون فيه هدف طويل المدى وهذه هدف بصيرة المدى او تارجت هذا هدف هذه تارجت تتبع للهدف الاساسي هنا نفس الشيء في التسمية هنا في الرد المبدع السياق ان يتمكن الطفل من الاجابة بشكل صحيح على ثلاث اسئلة شخصية وش اسمك كم عمرك وش جنسيتك فأثناء التدريب انا اقول للطفل وش اسمك مباشرة اقول اسم الطفل يعني مثلا لو اسمه احمد اقوله وش اسمك احمد المطلوب انه يقول احمد بعد هذه اذا ردد وصاد وراي مباشرة اعطيه المعزز الهدف هنا انه يستجيب وبرضه مع الاستجابة وخلال المحاولات انه ابدأ اخفف من التلقين يعني اصير اقول وش اسمك احمد فبديت اخفف هنا بعدها اصير اقول اش اسمك ا بس هو مفروض يقول احمد واضح حتى الان قبل لا تسألون انتم انا حاب اسألكم اخفف خلوني نراجع كده نراجع بسيط ونخلي مثلا اخر 10 دقائق هذه اسمك اخفف لكم طيب هنا طفل يحاول الحصول على البطاطس بالاشارة الى البطاطس ثم يوفر الاخصائي البطاطس للطفل مباشرة بعد السلوك سلوك الطفل مثال على وش المثير القبل هنا مثير القبلي اللي هو الدافعية يعني صدر السلوك انه يعني كان يأشر على البطاطس يعني فهذا يعني السلوك يوضح انه فيه يعني البطاطس زايد قيمته فهذا المثير القبلي السلوك اشارته للبطاطس هذا هو يعني كان يطلب بالاشارة المعزز وش هو الحصول على البطاطس فقلنا فقلنا في الطلب يكون التعزيز الشي اللي طلب طيب لو نرجع للمشاكل السلوكية هنا الاجابة الطلب لو في المشاكل السلوكية الطفل كان يعني يحدث يعني يرمي الأغراض من الطاولة حتى يهرب من الجلسة مهمة مثلا صعبة فعرفنا حددنا وظيفة المشكل السلوكية اللي هي أنه يرمي الأشياء هو حاب أنه يهرب أو يأخر الجلسة وش السلوك التواصل المناسب طلب للراحة الطفل كان يرمي أدوات الجلسة وعرفنا سوين التقييم الوظيف للسلوك وعرفنا أنه سبب حدوث المشكلة السلوكية هذه أنه حاب يهرب من الجلسة فأنا الآن حتى يعني أطبق تدريب على التواصل الوظيفي لازم يكون فيه سلوك بديل يخدم نفس وظيفة المشكلة السلوكية وش السلوك البديل المناسب الحالة هذه تدريب الطفل على طلب الراحة والاستراحة حلو مثلا يقول break طيب إذا طلب إذا قال break أنا الآن متى أعرف يعني قبل لا يطلب متى أعرف أنه هو حاب يطلع قد يعني تاخد السلوكيات أنه يبدأ يتلفت يحاول يقوم في الحالة هذه أنا أقدم التلقيم أقول له break إذا قال break وش أسوي أعطيه أعطيه في الضبط فهنا أوفر له الشيء يعني في الطلب أوفر له الشيء اللي هو يبغى لو 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 كانت وظيفة المشكلة السلوكية كان يصارخ عشان يحصل على جوار أنا الآن لازم أسوي التقييم الوظيفة للسلوك حتى أعرف ليش سبب حدوث المشكلة السلوكية فعرفت أنه المشكلة السلوكية هذه بسبب أنه يبغى الجوار طب وش أسوي هنا أو السلوك البديل المناسب لو الطفل ما يتكلم بطاقة عليها صورة جوار صورة جوار وفي البداية المفروض أن تكون يعني الاستجابة ما فيها أي مجهود صورة كبيرة على الطاولة بس يأشر عليها لأنه لو كان فيها مجهود في الغالب أنه يلجأ للمشكلة السلوكية فأحاول في البداية أسهلها له طيب لو يعني بدأ يصارخ طلع صوات يعني كنت أسوي له التدريب على التواصل الوظيفي وبدأ يصارخ يطلع صوات ف وش يسوي في الحالة هذا هو يبغى الجوار هل أعطيه الجوار أطفال كيف كيف أطبق الأطفال في الحالة هذه حلو طيب لو ما عطيت الجوار وش راح يصير في السلوك انفجار السلوك يعني يصير الانفجار يعني السلوك يصير أسوأ من قبل يعني لو كان يصارخ لمدة دقيقتين أنا حرمته هو اعتاد أنه لم يصارخ أنا أجيه هديه الجوار ففي تاريخ للتعزيز لما أنا أوقف تعزيز المشكلة السلوكية يبدأ يصارخ ما أعطي في البداية المشكلة السلوكية ما راح تنخفض بشكل مباشر راح تزيد نعم زيد في المدة قد تظهر السلوكيات يعني جديدة هل يعني لو نقول أنه لو استسلمت وعطيت الطفل المعزز عطيت الجوار في الحال هاري ويش راح يصير في السلوك يتعزز السلوك الجديد اللي هو السلوك بعد ما أرتفع لازم إذا طبقت الإطفاء يكون فيه ارتزام من الجميع وأحسب حساب أن السلوك راح يصير أسوأ وأتأكد أنه ما راح يتعزز يعني لو مثلا لفت انتباه هو تعوت أنه يصارخ علشان يحصل على انتباه فلما طبقت الإطفاء فيه غير أنا في العيادة لازم الكل يلتزب بنفس الطريقة لأن لو وصل لحالة اللي هو وصار الانفجار وفيه أحد عزز المشكلة السلوكية في حال الانفجار فالحالة هذه السلوك راح يصير أسوأ فأثناء التدريب على التواصل الوظيفي يكون فيه السلوك بديل يتعزز ويكون يعني فيه إطفاء للمشكلة السلوكية نتأكد أنه الإطفاء الجميع ملتزم طيب سؤال ثاني من أنواع السلوك التواصلي الطلب التسمية المصادة جميع ما سبق جميع ما سبق نوع من أنواع السلوك التواصل يقوم فيه الفرد بتسمية الأشياء الموجودة في البيئة التي يدركها عن طريق الحواس التسمية التسمية طيب حنا عارفين قد يكون فيه يعني أحالي هنا فما بغينا نعقدها ولا البربل أوبرانت البربل أوبرانت يعني أكثر من كم التسمية نوع من أنواع السلوك التواصلي يكون فيه المثير القبلي الدافعية ورغبة المثير البعدي الحصول على الشيء الذي يريه الطلب طيب قد يطلب الطفل بمشكلة سلوكية نعم نعم على حسب تحليل سكنر البربل أوبرانت سلوكية التواصلية أنه أي سلوك يتعزز من قبل شخص آخر يعتبر سلوك تواصل يعني قد تكون مشكلة سلوكية أثناء التدريب الآن دعوني أرجع أثناء التدريب كيف سيكون جدول التعزيز خلونا نقول التدريب على الطلب في البعض يقول أنه وندرب على الطلب كل شيء هل كل مرة عززه نعم في البداية كل مرة يصدر السلوك أنا أعطيه معزز كل مرة يقول بطاطس أعطيه قطعة بطاطس لكن مع الوقت يكون في اللي هو أبدأ أزيد متطلبات عليه مثلا قال بطاطس أعطيه مهمة في البداية المهم تكون يعني لو عندي عشر محاولات راح أعطيه محاولتين مع الوقت لين ما يصير يعني يشتغل على عشر محاولات يكون مثلا فيه فيها عشر نجوم إذا طلب بطاطس يقول يلا نشتغل بدي نعطيك بطاطس وأخلي البطاطس مثلا قدامه بس ما يقدر يوصل حتى أزيد الدافعية ومجرد ما يخلص عشر محاولات أن أعطيه البطاطس لكن هذا الشيء يعني نوصل بالتدريج كيف كيف يكون التدريب كيف يكون التدريب على المصادة المصادة أقول أقول أ طبعا حسب قدرات الطفل على حسب قدرات الطفل إذا أنه قادر أن يقول كلمة حتى في الكلمات أبدأ من كلمات من مقطع واحد وأصعبها مع الوقت لكن إذا مو قادر يقول كلمات أنا راح أبدأ بالأصوار ففي البداية أقول مثلا قول أسد مباشرة أنا أقول أسد محروض أنه يردد وراي لما يتقل الهدف أنا أقول قول أسد هو يقول أسد هذا يعني كده يعتبر أنه أتقل الهدف تخفيب في السلوك المصادة أنا أقول أسد مباشرة الآن هذه تعليمات لما أقول أسد هذه تعليمات مو تلقين لكن بعدها مباشرة أقول أسد هذا هو التلقين الذي سأخففه مع الوقت فمع المحاولات أقول قول أسد أس لما يصير يستجيب استقلالية مفروض أني أقول له قول أسد يقول أسد كلير هنا تقول المعلمة بطاطس ثم يقول الطفل بطاطس ثم تقول المعلمة أحسنت سلوك الطفل مثال على مفروضة ونفروض ونتفاعل هنا سلوك سلوك الطفل مصادع لأنه ردد المثير القبلي زي مهم المعلمة قالت بطاطس الطفل قال بطاطس سلوك أنه كرر الشيء اللي سمع كرر الكلمة اللي سمعها والتعزيز كان عام له كلمة أحسنت نوع من نوع من نوع السلوك التواصل يقوم فيه الفرد تكرار أصوات التي يتم سمعها مر باسك مصادع كويك طيب أسألتكم لعندها سؤال المصادع حتى سواء المصادع أو أي مشكلة سلوكية في البداية نبحث عن سببها حتى ندخل أي مشكلة سلوكية نسوي التقييم الوظيفي للسلوك بحيث أننا نعرف ليش السلوك هذا قد يصير وعندنا أربع وظائف أساسية اللي هو لفة الانتباه لحصول على شي ملموس أو نشاط الهروب والتعزيز الذاتي فحتى أنا أبدأ أسوي التدخل لازم في البداية يكون يعني واضح لي وش سبب حدوث المشكلة السلوكية قد يكون أكثر من سلوك طيب تعزيز الذاتي عندنا ضمن التدخلات التعزيز التفاضلي لغياب السلوك أو تعزيز التفاضلي للسلوك البديل هو DRO هذه من ضمن التدخلات في أن نحاول يكون فيه مقاطعة هذه من ضمن التدخلات هذه كلها تدخلات يعني مثبتة علميا مقاطعة بحيث أنه مجرد ما يبدأ بصادي أنا رح أسأله سؤال يعرف جابتا كيف يأشر أستاذة نورة راح أشوف اللغة إذا فيه مصادة يعني راح يكون سهل أنه يتعلم الطلب التسمية والمحادث إذا ما فيه مصادة لكن يعني قلد الأصوات أنا راح أبدأ أني أعلم كيف قلد الأصوات يعني حتى يعني أشكلها إلى كلام حتى يصير يقول مثلا حلاوة إذا قدر يصادف مثلا كلمة حلاوة راح خليه يطلب يأشر ما عليش أستاذة نورة يأشر قصدك أنت في التمييز أنا مثلا نحط قدامه ثاء صور إذا يكون فيه Prompt أو Just Prompt اللي هو مساعدة جسدية أني أمسك بيده وخليه أشر على المثير أو أني أنا أشر فتكون مساعدة جسدية أو إيمائية ومع الوقت يكون فيه تخفيف يعني لو كانت جسدية راح أبدأ النوم أمسك يده من هنا وخليه أشر مع الوقت المسك تكون من هنا لين ما يوصل الاستقلالي وصلت السادة نورة بخصوص تشتت حاولي أن تزيدين الدافعي وزيادة الدافعية بحيث أنك توفرين الأنشطة أو الألعاب أو المأكلات المرغومة وتستخدمين فلست أندين أنك تقولي أول شي نشتغل بعدها أعطيك مثلا الحلال وأعطيك البطاطس وتكون قدامه موجودة على الطاولة لكن ما يوصل له فكده راح تزيدين الدافعية في البداية برضا تحتاجين أنك تسوي اقتران اللي هو مع الطفل بحيث أنه إذا أنه تشتت هذا يحصل أنه يحاول يقوم الكرسي مو منتبه معاك تحاولين أنك توفرين على الطاولة التي تشتغلون عليها الأشياء التي يفضلها حتى هو يصير يحب الجلوس على الكرسي والطاولة طيب طيب إذا إشارة مرة متعب عندك الطريقة إذا أنت تحطين الصور على الطاولة حاول أنك تحطينها مثلا على لوحة يكون فيها أي ملصق تحطين عليها الصور حيث أني أشهر لأن مرات الطاولة يعني لما تكون الصور على الطاولة ما تكون واضح هذه طريقة فعالة جربيها أنا حتى أبدأ أتعامل مع الطفل في البداية لازم يكون في يعني يعني الطفل أول مرة يشوف في البداية لازم يكون في علاقة والعلاقة هذه أني أوفر له الأشياء اللي هو حابها أرجع لل يعني ملف الطفل أشوف وش يحب أتواصل مع الأهل إذا فيه مثلا ملف الطفل يعني كانوا كاتفين المراكز السابقة وش يحب أحاول أني أوفر الأشياء هذه حتى يصير يعني يتجاوب معا يصير مجرد ما يفكر أنه راح يجي عندي يفكر أنه في أشياء مفضلة ومعززات مع الوقت أبدأ أستخدم المعززات هذه أنه يطلبها في البداية أوفر للأشياء هذه بدون حتى أي مقابل لكن مع الوقت أبدأ يطلبها أجيب المعززات هذه وحطها على الطاولة حتى يعني الأكتران هنا يكون يعني أنه يحب الطاولة يحب الجلوس مع الوقت أبدأ يعني مهام مرة بسيطة وعزز تعزيز مباشر مع الوقت أبدأ أزيد في المحاولات بشكل تدريجي الأكتران يعني يفرق من طفل لطفل في أطفال يعني ممكن يحتاجون سبوعين في أطفال ممكن ساعتين في أطفال حتى لما يتغير عليه المكان يعني 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 مرح مركز أو عيادة جديدة لا غير بس الغرفة العلاجية ممكن يعني يحتاج نسوي الاقتران مرة ثان نفس الشيء في أطفال مجرد ما يتغير على خصائي يحتاج أن يسوي الاقتران أستاذ أستاذ عبد الرحمن نعم طبعا أنا راح أعلمه في أهداف هذا ما راح يكون الهدف الوحيد أني أقول كم عمر يقول ستة أكيد أنه راح يكون فيه أهداف راح يكون فيها يعني هو أنه يستخرج من مثلاً قطعة يجاوب على أسئلة مرتبطة في قطعة يعني راح يدخل فيها الفهم مع الوقت حنا نحاول في التدخلات السلوكية إذا شفنا أنه يعني قد يكون فيه رابط أنه يحتاج يعني استشارة طبية نبلغ الأهل يعني نشوف يعني ممكن قد يكون فيه شي ما له أي علاقة في المجال تحديث السلوك التطبيق كل اللي علينا أن نقيص المشكلة السلوكية المرتبطة بالشيء هذا ننقيصها قبل ونشوف مثلاً إذا أخذ دواء هل راح تنخفض أو لا هذا كل اللي نقدر نسوي مشكلة الحسية تعتبر مشاكل سلوكية لكن هي يعني تحدث حتى عند الأطفال الطبيعيين اللي ما عندهم أي إطراب نمائي لكنها تزيد عند الأطفال مشخصين بالتوحد ففيه مشاكل حسية تأثر بشكل كبير على اكتساب المهارات في مشاكل حسية لا يعني إذا جلس معاي ما راح يصدر أي مشكلة فكذا ما يكون لها أولوية في التدخل لكن إذا المشكلة الحسية قاعدة تأثر قاعدة سبب إحراج للأهل أنهم ما يطلعون أماكن كذا يكون لها أولوية ستادة فايزة مثل ما وضحت أنه يعني نحاول في التدخلات السلوكية إذا شفنا أنه ما في يعني أي تغيير وكان هناك يعني شك أنه يعني الطفل يحتاج استشارة طبية فنعطي مقترحات الأب أنه يعني يزور طبي طيب أي أسئلة ضافية أستاذ أستاذ إيمان ما ليش الأستاذة جميلة تقول هل أقدر أحط أكثر بالمعزز مثلا جوال بطاطس حلوة الأفضل أنه يعني ما يكون فيه أكثر من شيء مأكول لأنه ما نبغاه يشبع منه فيكون فيه تنوع بس إذا فيه شيء مأكول يعني نخليه شيء واحد ما نبغاه يشبع لأنه إذا شبع رح يفقد قيمته وإذا فقد قيمته ما رح يكون معزز وما رح يكون فيه دافعية أنه يطلب فالأفضل أنه يكون فيه تنويع ما بين المأكولات والأنشطة والألعاب والأماكن ما ليش سيدة في التمييز مو شرط أنه يعطيك أشهر هذا كافي سيدة إضافية الله أعطيك جميع الله يعافي أستاذ 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 فتيح عليش رح أرجع لسؤالك أستاذ فتيح أنا جاوب لسؤالك نشوف الأشياء اللي يفضلها حتى يبدأ يستجيب فالبعززات هذه نستخدمها في البداية يعني بشكل مصطلع بشكل يعني مو موجود في البيئة الطبيعية في البيئة الطبيعية مو كل مرة أنا أسوي سلوك مناسب أحد يعطيني مكافأ فنحاول في البداية أن نجيب الخيارات يعني المثيرات المفضلة عدة خيارات بحيث أنه ما يوصل لإشباع يعني نحببه في المكان نحببه فينا مع الوقت نبدأ يعني نخلي المعززات هذه بالمقابل حتى المقابل هذا يكون في البداية يعني شي بسيط نبدأ نتدرج في الصعوبة في العدد يعني في البداية راح بس أبغم أنه يطلب الشيء راح يكون في تلقين أساعد مساعدة كاملة مثلا أني أشر على الشيء مجرد ما يأشر أنا راح أعطيه بعدها إذا صار يعني يأشر باستقلالية أنا راح أبدأ يعني أطلب منه مهام يعني قبل كان يأشر يحسن على الوطاطس الآن يأشر راح أقول له أجلس مجرد ما يجلس أعطيه مع الوقت يصير يجلس ويسوي محاولتين ثلاث محاولات من أني جاوبت إن شاء الله أستاذ خالد يعني ما في مركز في بالي حاليا يقبل يعني عمر أكثر من 12 أي إضافة لأعطيكم العافية شكرا على حضوركم إن شاء الله موسيقى لأعطيكم 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 شكرا على وإدنا لأعطيكم موسيقى اشتركوا في القناة